الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم اخواني واخباته الله مع قناة احفظ وتعلم ان شاء الله نحفظ القرآن كلنا ونصحح الاخطاء للمتدئين هنستكمس ختم التصحيح تلاو سورة البقرة صفحة رقم 11 يلا بينا وراء وقلم عشان نعلم على الغنان ونعرف نقرأها ازاي نصلى على الحبيب المصطفى ونبدأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قالوا دعوا طبعا دخلنا من اللام مباشرة الى الدال لان الواو طبعا سقدت خشة ارتقاء الساكنين وقلنا الالف العلا سفر مستدير لا تلفز ولا وصلا وراقفا وهمس الواسط طبيعي بتسكت معايا في الواسط فدخلنا من اللام على الدال فقلنا قالوا دا ساكنة ايه قال قلم قالوا دعوا لنا مد طبيعي حركتين ربك يبين لنا يبين يلا لان ده اسمه ادغام بغير غنة كامل ماهي انا اقف عليها بسكون الياء يعني مد طبيعي حركتين ان البقرة تشابه علينا ان زمن هنا في النون واللمنا لم معرفة الساكنة لم قال للتعريف قمرية مظهرة ويراء مفخمة تشابه علينا يألينا والمد طبيعي حركتين وانا ان شاء الله لمهتدون وان زمن غنة الايه النون وعندك علامة المادة بعدها همزة انت من دي اربع حركات وده اسمه مد نون فصل النون وراها الشين اخفاء حقيقية رغلنا مركاقة وشاء الله ما تقول شاء الله اسمها شاء ا يعني انت رايحة على اسم اللام في اسم الجلالة هتركك الهمزة وتفخمي اللام اسم الجلالة طبعا عندك المادة بعده همزة بقى تمدي اربع حركات وده اسمه مادة متصل لمهتدون هتقف عليها اربع حركات مادة عارض للسكوم قال انه يقول انها قال مادة طبيعي حركتين زمن غنة في النون ده اسمها مادة صغرى يعني دي حركتين انه هي دي الزمن بتاعنا خلاص ان زمن غنة النون يقولوا انها بقرة لا زالول ده كيزي بقى في الاية دي عشان فيها احكام كتير جبنا الغنة في النون بقرة لا تنوين بعده لام جبنا فيها ايه فيها اضغام بغير غنة طيب بقرة لا زلول لو قفت عليها سكنت اللمه بس انا عاوز اوصلها لا زلول تثير الارض يبقى جبنا هنا ايه جبنا تنوين بعده تا اخفاء حقيقة الغنة مرققة خلاص لكن انا ها فوزلول اما وصلها زلول تو يبقى جب غنة الايه الاخفاء تثير الارض ولا تسقي الحرس مسلمة تثير الرأم فخمة حرف لا سوي الارض خلاص فخمي بس الايه رأو الضوات همزة مرققة واللام كمرية مظهرة ولا تسقي الحرس خلاص ولا تسقي الحرس مسلمة ويفتع على مسلمة يبقى جبتها ها طبعا انا عاو توصلها مسلمة اللا شيئة فيها مسلمة اللا يبقى تنوين بعد اللهم ادوان بغير غنة لا مادة طبيعة حركتين شيئة فيها شيئة شيئة يبقى ايه خلي بولكم الكلمة دي لا شيئة فيها وتقفى عليها مادة حركتين قالوا الان جئت بالحق قالوا الان طبعا هنا هنا اللام كمرية مظهرة وهنا تمديها كم حركة مادة بدل حركتين خلاص كده جئت بالحق ويفتع ليها ايه ويفتع ليها بالقرقلة فذبحوها وما كادوا يفعلون بكلها مضوط طبيعية عادي اثنين واثنين واثنين وهنا هتقفي بأربعة عشان وقفنا على رأس الآية وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها قتلتم لم هنا لم فعل مظهرة نمسا كنا ورغنون اظهار شفوي نفسا فائخ فائخ حقيقي وقلنا مرققة فادرأ ده الحسط هنا اننا نتقط ده مرتين منش فادرأتم في كتير عوجية فامس الوصل ليه فامس الوصل سقطت بتسكت واصلا حتى لو سبق حرف عطف زي كده فحنقول فاد ده يعني دي كسمها همزة الوصل سقطت ايه واصلا فهنا نطلق ندل ايه مرتين فقلنا فاد ده فاد ده رأ توم سكننا الهمز ويجيب نعم فاد ده رأ توم فاركز اوفي الكلمة دي مين سكنة وموها اخفاء ازهار الشفوي هتوفي على فيها حركتين تبسلي دي معناها وصل اولى لكن لو وقفت في حاجة لا ما فيش حاجة السئيل وصل ايه اولى والله مخرج ما كنتم تكتمون مخرج ما اضغام كامل بغنة كنتم وراء اخفاء حقيقي كنتم تا من سكن وراء ازهار الشفوي وتفع تكتمون اربع حركات فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا لام قمرية مظهرة فقلنا دخلنا من النون على الضغط برضو المادة سقط وهمس الوحس ساكن طب المادة سقط ليه عشان الضغط ساكنة فطبعا ساكن وساكن يبقى بالحصف ايه حرف الماد طيب ببع ما تقولش ببعضها اسمها ببعضها يبقى ترقاكل ايه كما كلها الضغط بس مفخمة كذلك يحيي الله الموت طبعا هنا الموت وقفنا عليها حركتين وقلنا يحيي الله ليه لم اسم الجلالة مرقق عشان قبلها مكسور ويريكم اياته بشوف هنا ممكن تصير ازاي اياته لعلكم تعقلون اه مد حركتين ايه برضو حركتين تيه برضو حركتين كلمة كلها فيها اجام اتنين واثنين واثنين ميم ساكنة والغتاء ازهار شفو متوش بقى تعقلون بسمها تعقلون مدناها اربع حركات ثم قاست قلوبكم من بعد ذلك ثم زمن غنة الميم قلوبكم دي كلها ايه مام حركت الضم في ايه كلمة كلها ميم زمن غنة الاقلاب بيجيب لغنة في الميم دي حكم اقلاب ذلك وقفت على ذلك بس انا اوصل هاول ايه من بعد ذلك فهي كالحجارة يبنا ايه فتحت الايه حتى لو نفسك تقطع قوفي بصحيح بالسكون الايه الحرف اللي تقوفي عليه فهي كالحجارة او اشد قسوة ما تلوش قسوة لا اسمها قسوة يعني تركك السين شاهم تلعش معك ايه صوت خلاص وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان وان زمن غنيت النون من الحجارة لما يتفجر رأى مفقمة منه ازهار حرق الانهار برضو ازهار حرق وتوفي على الانهار بالرأي المفقمة يعني الانهار رأي مفقمة مش الانهار لا الانهار الأنهار رئيم فخم وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها زمن قولة النون ومنها إظهار حلقي لما يشقق طبعا هنا إيه قف مشددة يدي زمن الساكن ومتحرك منه إظهار حلقي الماء توفي عليها أربع حركين وإن منها لما يهبطوا من خشية الله وإن منها إظهار حلقي برضو لما يهبطوا يهبطوا رققيها وفخم يبسط طبعا من خشية إظهار حلقي وما الله بغافل عما تعملون بغافل عاي إظهار حلقي ومن حرف قلنا برضو عم تعملون تقف عليها أربع حركات هنا بقى علامة الربع الجديد هنا طبعا بيكتب لك هو الحزب الثاني خلاص كده أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطسكين قلقل أي زمن غنة لأبدوام وما تنتعيش النوم أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد قلقل فريق فريم أشفري فريق فريق إظهار كامل بغنة منهم إظهار حلقي وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم زمن غنة الميم يحرفونه من بعد إقلاب غنة في الميم عقلوه دوش عقلوه لا اسمها عقا عقلوه دم الليند كويس وهم يعلمون أوفع ليها أربع حركة وإذا لقل ما ترش لقو اسمها لقو وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمن آمنوا مد حركتين قالوا آمن أربع حركات مد ملفصل طبعا خلاص بقى إحنا حفظنا ألف سفر مستدير لا يلفز ولا وصلا ولا وقفا نون حرفه لنا مشدد وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا خلا ما ترش خلا اسمها خلا بع ما ترش بع ما ترش بع اسمها بع بعضهم إلى إزهار الشفوي بعض شوفي هنا ريح على حرف القف إزاي جبت غنم فخمة بتانوين بعد قف إخفاء حقيقي غنم فخمة واشبع بعض بعض لا اسمها بعض باب بعض عادي جبنا غنة إخفاء هنا جب في هنا غنة بما فتح الله عليكم بما فتح الله اسم الجليلة مفقم عشان قبله مفتوح ليحاجوكم به عند ربكم ليحاجوكم هنا مد كم حركة ركزي بقى أعلمت المد لأيتي بعدها همزة في مدة أربعة طب هنا مشد حرفي مشدت يبقى تمدي ست حركات ده يسمو مد لازم ست حركات يبقى لازم ست حركات ما يفعش أقل من كده عند إخفاء حقيقي مرتبع أعلى رغمنا ملققها أفلا تعقلون خلاص كده يبد زمن الحركات الفتح وقف على تعقلون أربع حركات وكده بفضل الله انتهينا من صفحة رقم 11 وانتظروني إن شاء الله في صفحة رقم 12 تنسوش الاشتراك ومتنسوش رقائي سؤالك تقولي في التعليقات جزيكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر